السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تشديد سياسة اللجوء إلى أوروبا والهجرة الغير شرعية إلى أوروبا على ما يبدو هناك رغبة بتسريع الخطوات بشكل كبير لأن قادة أوروبيين سيتوجهون اليوم إلى تونس وهم رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فوندالاين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء أيضاً هولندا سيد معاك غوته أيضاً سيتوجهون جميعهم إلى تونس ربما لمقابلت أيضاً الرئيس التونسي سيد قيسي سعيد رح ألخص لكم الموضوع بشكل سريع على ما يبدو هناك رغبة بإبرام اتفاقية مع تونس مشابه للاتفاقية التي تم إبرامها مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفق اللاجئين على أوروبا نعرف بال2016 كانت مهندسة الاتفاق مع تركيا السيد أنجيلا مياكل المستشارة الألمانية في وقتها وتم الاتفاق في جوهر وفي ذلك الوقت على وقف تدفق اللاجئين من تركيا إلى أوروبا مقابل تقديم مساعدات بالمليارات إلى تركيا بنفس الطريقة على ما يبدو هناك رغبة الآن بإبرام اتفاقية مع تونس لوقف تدفق اللاجئين الذين حسب الوسائل العلامية والجهات الرسمية تدفقون بشكل رئيسي من تونس إلى إيطاليا لوقف التدفق عبر هذا الممر هناك رغبة على ما يبدو بإبرام اتفاق مع تونس من الواضح هناك أيضاً تلويح بالرغبة بتقديم مساعدات إلى تونس ربما عن طريق صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات إلى تونس ربما مقابل أن يتم الاتفاق بشكل أو بآخر على وقف تدفق اللاجئين من تونس إلى إيطاليا بشكل خاص يعني إلى أوروبا بشكل عام وخاصة اللاجئين الذين يأتون من جنوب الصحراء الكبرى أيضاً في إفريقيا من منطقة يعني زوتليش دازع هاغا بيتم تسميتها باللغة الألمانية فوقف تدفق عبر تونس بشكل خاص إلى أوروبا حسب وزارة الداخلية الإيطالية فإن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة تلاتو خمسين ألف وثمانمية بارتفاع كبير على العام الذي سبقه وأن معظم اللاجئين وصلوا إلى إيطاليا وحسب أيضاً معطيات لأيضاً مفوضية اللاجئين المتابعة للأمم المتحدة فإن معظمهم يعني الذين تم تسجيلهم عبروا إلى إيطاليا من تونس ولكن قبل هذا الاجتماع فإن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أن تونس لن تكون شرطة حماية للحدود ما رح تكون كرينس بوليتساي فتم التأكيد سابقاً يعني أن تونس ترفض هذا الدور علماً أنه أيضاً في تصريحات سابقة فإن العديد من اللاجئين لزينة التونس كما قلنا من جنوب الصحراء يتوجهون إلى تونس للوصول منها إلى أوروبا فالوضع يعني على الأقل من الجانب الأوروبي الواضح أن هناك رغبة شديدة جداً بإبرام اتفاقية مشابهة مع تونس وربما الدول أخرى أيضاً لمشابهة مع الاتفاقية التي تم إبرامها مع تركيا والتي يتم وصفها دائماً بأنها كانت ناجحة وأوقف التدخم الكبير أو التدفق الكبير اللاجئين على أوروبا عبر تركيا علماً أنه طبعاً بالتأكيد طرق التهريب تبقى موجودة وهناك يعني بالناس عبتصال مع ذلك من تركيا إلى أوروبا بشكل أو بآخر ولكن وقف التدفق الكبير على ما يبدو هناك رغبة بوقف هذا التدفق الآن عبر المتوسط مقابل أيضاً تقديم مساعدات مالية ربما إلى بعض الدول لمساعدتهم ومنها الآن يعني حسب المعطيات الآن تقديم مساعدات عن طريق صندوق النقد الدولي إلى تونس ننتقل الآن الموضوع التالي سفينة تحمل علام التركي كانت متوجهة من تركيا إلى فرنسا على ما يبدو سيطر عليها بعض اللاجئين لازين كانوا علاماتنا السفينة دون علم الطاقم السفينة يقصد بهم عادة الأشخاص اللي بيطلعوا مثلاً على السفينة أو على الشاحنات بشكل خاص دون علم صاحب الشاحنة يعني تم تهريبهم مع مسار الشاحنة مثلاً الشاحنات أحين تتجه من فرنسا إلى بريطانيا كثير من المهاجرين بيحاولوا يصلوا لبريطانيا عادة عبر فرنسا عن طريق الشاحنات يعني دون علم صاحب الشاحنة بيحاول يدخل ويتعلقوا بالشاحنة طبعاً مربوط بخطر يعني شديد جداً يعني حياة الناس بهذه العملية بنفس الطريقة على ما يبدو أن الناس خمس عشر شخص دخلوا إلى سفينة وحاولوا تغيير مسارها ربما للجوء إلى أوروبا ولكن سيطروا استطاعوا في هذه الحالة سيطرة على السفينة يعني دي هامده الشيف كفاق جاكابات وبنفس الوقت يعني سيطروا على السفينة فاضطرت الوحدات البحرية وقوات الخاصة تابعة للجيش الإيطالي إلى التدخل وتم يعني انزال جوي بالمروحيات على السفينة وعادوا سيطرة على السفينة بشكل كامل بعد أن سيطر عليها يعني هالخمس عشر شخص اللي كانوا على متن السفينة اللي هن اللاجئين وزير الدفاع الإيطالي قال أن العملية تمت بنجاح وبدون خسائر وبدون أي شيء الخمس عشر شخص اللي كانوا موجودين كانوا مسلحين بسكاكين ومشارط تابعيش مساعدة المشارط العادي يعني 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 ما يبدو الناس عبحاولوا أنه يغيروا كانوا مسار السفينة ليصاروا بشكل أو بآخر لأحد الموالي لتقديم اللجوء ولكن بطريقة ربما ليست يعني جيدة أبدا فبالتالي تم السيطرة على الموقف عسكريا وتم انزالهم بعدها إلى شاطئ نيابل أيضا في إيطاليا سلاسة أشخاص تم إطلاق صراحهم امرأتين تم نقلهم إلى المشفى ورجلين على ما يبدو والباقي عندما التحقيق معهم حسب المعطيات التي أدلوا بها فإنهم من سوريا ومن أفغانستان ومن العراق أيضا حسب المعلومات الرسمية من إيطاليا ننتقل الآن للموضوع التالي موضوع غريب عجيب ربما ولكن شهدنا قبل فترة إضرابات واسعة للعاملين في الدولة قطاع الدولة وبشكل خاص العاملين في المواصلات العامة في الإدارات في ألمانيا في المشافي في ألمانيا وبالتالي تم الاتفاق وقتها بين نقابة العمال فيادي المدافع عن حقوقهم وبين أرباب العمل يعني هي الدولة في هذه الحالة على تقديم إنفلسون سبريمي لهم بمقدار 3000 يورو ورفع الرواتب وشوفنا كل هذه الأمور الآن هذا جلب معه شيء آخر وهو أن المستشار والوزراء في ألمانيا أيضا هن موظفين لدى الدولة وبالتالي يحق لهم أيضا الحصول على إنفلسون سبريمي بمقدار 3000 يورو وعبع لما يبدو عبيتم تجهيز قانون حسب تقارير صحفية وأعلامية عبيتم تجهيز قانون أيضا للسماح بذلك لتنفيذ يعني ذلك عمليا للمستشار ورؤساء أو يعني أعضاء الحكومة اللي هن الوزراء في ألمانيا طبعا باعتبار أن كل الموظفين في الدولة سيحصلون على هذه الترفيعات فإن الوزارة أيضا ورئيس الوزارة المستشار الألماني أولاف شولسون هن كمان موظفين لدى الحكومة وبالتالي يحق لهم ذلك ولكن هذه الخطوة تعرضت لانتقاد شديد الآن من رئيس اتحاد دافعية ضرائب في ألمانيا اللي هن نحن الشعب اللي نشتغل من دفع ضرائب طبعا هن كمان أيضا يعني يجز من رواتبون ضرائب ولكن الفكرة اللي كل دافعي الضرائب في ألمانيا وقالوا أن هذه العملية غير مستحسنة أنه مفروض المستشار والوزراء يتنازلوا عن هذه الانفلتسون بقيمة بمقدار 3000 يورو يعني أفضل لهم كقادة للدولة يعني في ألمانيا علمان طبعا هن أكيد رواتبون عالية جدا قياسا بمواطن عادي وطالبهم أيضا بالتخلي والتنازل عن هذا الرقم بس ما رأيكم بهالموضوع هل هم فعلا كموظفين في الدولة لهم الحق مثل ومثل أي موظف في الدولة بحصول على أيضا الانفلتسون بقيمة باعتبار صار في تضخم في ألمانيا أم لأنهم قادة الدولة وزراء ومستشار ألمانيا يجب أن يتنازلوا عن هذا الرقم ننتقل الآن الموضوع التالي وهو موضوع شائك وحساس جدا موضوع حمل السكين في ألمانيا شفنا في الفترة الماضية عدة حوادث طعن خاصة داخل القطارات في ألمانيا وبشكل رئيسي يتم ذكر حادثة معينة من قبل طبعا رسمي الألمانيا ووزارة الداخلية الألمانية والسيدة نانسي فيزا وزيرة الداخلية تحديدا عن شاب فلسطيني قام بطعم شخصين توفهم نعرف في القطار قبل فترة وهذه القضية وقضايا أخرى مشابهة وتعلقة بحمل السكين في ألمانيا عا بتم التجديد عليها ووعدت وقتها الوزيرة بإيجاد حل هذا الموضوع والآن جاء هذا المقترح الآن وزيرة الداخلية ستقترح في الأسبوع القادم على اجتماع في اجتماع وزراء الداخلية الألمان بأن يتم سن قانون واستصداره يمنع حمل السكين في ألمانيا في كل القطارات وفي كل وسائل المواصلات في ألمانيا هذا هو المقترح الذي ستم تقديمه الآن لكل المقاطعات الاتفاق على هذا الموضوع طبعا توجد قوانين تمنع ذلك يعني فيه مثلا حسب النوع السكينة حسب ما هو يمكن تصنيفها أنه السكينة أو أنها هو شيء خطير يعني فهذا مختلف عليه قليلا من ناحية ومن ناحية أخرى طبعا توجد قوانين تاب موجودة داخل مثلا شركة نقل القطارات مثلا في ألمانيا لدويتش بان تمنع ذلك أيضا ولكن كشركة الآن نحن نتحدث عن قانون من الدولة بيمنع حمل السكين ومن أجل ذلك وهذا يعني عمليا إذا تم استصدار هذا القانون فإنه سيتم باستمرار عمل يعني في ألمانيا راح تم يعني إيقاف الناس في البانوفات في الوسائل المواصلات العامة بشكل رئيسي وتفتيشهم عن هذه النقطة زي كانوا يحملون السكين على ما يبدو العديد من الناس يعني مثل ما شفنا عبتحمل السكين بعض عبتوصل مع الأمور لدرجة عبتطعن الناس داخل قطارات قطار ماشي مغلق لا يمكن الهرب يعني حتى فعب يتم الآن اختراح هذا القانون لاستصداره لمنع حمل السكين بتاتا في ألمانيا في وسائل المواصلات كما يمنع حمله عند الدخول إلى قمرة الطائرة عند السفر أيضا ذكرت وزيرت الداخلية وبالتالي بتملع عمل هذا القانون ما رأيكم بهذا هل يجب ينع السكين بشكل كامل في كل وسائل المواصلات في ألمانيا ومن أجل ذلك أيضا التفتيش بشكل دائم على هذا الموضوع من قبل الشرطة في ألمانيا في البانوفات في القطارات بشكل دائم حتى يتم ضمان التزام الناس ومن يخالف ذلك طبعا سيتم انزال عقوبات بحقه أيضا ومعاقباته على حمل السكين حتى مجرد أنه حمله يعني داخل حقيبة أو كذا والصعود إلى مثلا وسائل المواصلات عم يتم لعمل هذا الموضوع بنا لا أسمع رأيكم أيضا فيه ننتقل الآن الموضوع التالي احتفال باليوم الكنيسة الـ 38 في ألمانيا وحضره الآن شخصيتين مهمتين لأن المستشار الألماني أولوف شولتس ورئيس المعارضة ورئيس المعارضة السيد فريدريش ماتز جاء إلى يوم الكنيسة على الشكل التالي حسب تصريحه احتفال كاتوليك جئتوا إليكم كشخص كاتوليكي كشخص مسيحي ورئيس لحزب حزب نعرف الـ CSU دي في داس C في كريسليش نيغم نعم اللي في حرف الـ C في الـ CDU اللي هي الـ كريسليش الديموقراطي شؤونيوم نعرف الحزب الديموقراطي المسيحي هو رئيس حزب الديموقراطي المسيحي في ألمانيا يلي أيضا في اسمه يعني كلمة المسيحي وهو حزب محافظ وهو حزب المستشار الألماني السابق أيضا السيدة أنجيلا ماكل كانت في الحكم 16 سنة الآن حزب السيدة وفي المعارضة هذا بالنسبة لرئيس المعارضة الألمانية أما السيد أيضا أولف شولتس المستشار الألماني ورئيس الحكومة جاء أيضا إلى هذا اليوم وعبر عن أنه رغم أنه أول مستشار في ألمانيا لا ينتمي إلى دين لأنه خرج من الكنيسة الإفنجيلية في وقت سابق فهو أول مستشار في ألمانيا يعني لا ينتمي إلى ديانة معينة لأنه خرج من الديانة الإفنجيلية انسحب منها وهو يعتبر أول مستشار يعني في ألمانيا ومع ذلك فإنه شارك في هذا اليوم وبشكل خاص ركز على فكرة أنه من مهمته أيضا حماية المعتقدات في ألمانيا وحرية المعتقدات تعرفوا بألمانيا يعني كل الديانة المختلفة يعني ممثلة في ألمانيا ووجود لديها فيها دور عبادة مرخصة طبعا لكل الديانات الرئيسية بشكل رئيسي المسيحية الإسلام أيضا الكنائس الهودية البوزية المعابد يوجد كل المعابد يعني تقريبا في ألمانيا لكل الديانات بشكل طبعا مرخص ومنظم الواضح أيضا أن مشاركتهم بهذه المناسبة في ألمانيا متعلق أيضا بأمور سياسية لأنه تم مناقشة أيضا أمور سياسية على المنصة خاصة مع المسجراء الألماني أولاف شولتز لكسب أصوات الناخبين ربما فبالتالي سواء المعارضة الرئيسية اللي هي أصلا حزب مسيحي الحزب الديمقراطي المسيحي بتحاول تكسب أصوات الناخبين بالتأكيد وأيضا المسجراء الألماني رغم أنه يعني أنه لا ينتمي لديانه ولكن مع ذلك طبعا هو أيضا بحاجة أصوات الناخبين وقالنا مهمته أيضا حماية المعتقدات وحرية المعتقدات الدينية في ألمانيا لكل الطواف طبعا ولكل الناس ولكم كنا عملنا جولة وأسأل هم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته